السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحدثكم اليوم عن الأعشى الشاعر المعروف وقد سمي بأعشى قيس تمييزا له عن باغ الشعراء الذين حملوا اللقب ذاته أي هناك عدة شعراء اللقبوا أيضا بالأعشى فكان هذا أعشى قيس واسمه ميمون بن قيس وكان مولده في قرية منفوحة في اليمامة في شبه الجزيرة العربية وطبعا هو صاحب المعلقة الشهيرة التي يقول في مطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل وهريرة هذه التي تغزل بها الأعشى في مطلع معلقته الشهيرة هي أمة سوداء لحسان بن عمر بن مرثد ومنهم من قال أنها كانت مملوكة لبشر بن عمر بن مرثد والأعشى في اللغة هو الشخص الذي لا يستطيع الرؤية جيدا في الليل أو وقت العشاء ولهذا لقب الأعشى بهذا اللقب لأنه كان ضعيف البصر ولا يكاد يبصر ليلا ولقد كني بأب البصير وذلك تيمنا وتفاؤلا بأن يرجع بصره كسابق عهده ويستطيع الرؤية في الليل كما يرى في النهار كان الأعشى من أبرز شعراء عصره فهو ولد في العصر الجاهلي وهو من الشعراء المخضرمين أي أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم وقد قالت العرب بأن الأعشى لم يمدح قوما إلا رفعهم وساهم في علو شأنهم ولم يهجوا قوما إلا وضعهم وحط من شأنهم ووالد الأعشى قيس بن جندل كان يلقب بقتيل الجوع سمي بذلك لأنه دخل غارا يستظل فيه من الحر فوقعت صخرة عظيمة من الجبل فسدت فما الغار فمات جوعا فقال فيه جهنام واسمه عمر وهو من قوم الأعشى أي من بني قيس بن ثعلبة قال يهجوه أبوك قتيل الجوع قيس بن جندل وخالك عبد من خماعة راضع وكما ورد في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حيث قال سئل يونس النحوي من أشعر الناس قال لا أومئ إلى رجل بعينه ولكني أقول أمرء القيس إذا غضب والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب والأعشى إذا طرب وأيضا كما ورد في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أنه قال الشعبي الأعشى أغزل الناس في بيت وأخنث الناس في بيت وأشجع الناس في بيت فأما أغزل بيت فقوله غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوجي الوحل وأما أخنث بيت فقوله قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل وأما أشجع بيت فقوله قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته